السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم بكم أصدقاء الكرام مع دورة البايثون طبعا سنبدأ الحديث عن لغة البايثون وسنبدأ الحديث عن البرمجة بلغة البايثون فهناك عدة طرق للتعامل مع بايثون سنشرح الطريقة التي نتعامل بها مع الويب في البايثون حيث أن التعامل مع البايثون عن طريق الويب هي بمثابة تقريبا 80% من البايثون أعمال المتاحة حاليا على الويب من خلال هذا اللغة من خلال السيرفر أو الويب سيرفر فتعامل مع الويب أمر ضروري جدا وخصوصا في دورتنا دورة شام طور ويب نحن نتعامل مع الويب سيرفر والاستضافة والفايل زلة والأف تي بي وما إلى ذلك ومع الفايل منيجر بالطبع فسنمشي على نفس النحو والحذو الذي مشهيد فيه في الخطة الشاملة لتعليم برمجة ودورة شام طور ويب سنسير بنفس الآلية كما تعاملنا في اللغات السابقة ومع بي أتش بي سنتعامل بنفس الآلية مع البايثون فللتعامل مع البايثون والفايل منيجر الخاص بلوحة التحكم شرحت في درس سابق موجود على اليوتيوب وفي دورة شام طور ويب أساسية دورة كيفية الدخول إلى لوحة التحكم خاصة بك وتعامل مع الفايل منيجر طبعا أيضا إذا كنت غير مشترك وترغب باستضافة أخرى خاصة بك لتطوير لغة البايثون فلدينا خيار آخر وهو خيار الديفاليبر هوستنج طبعا خلال خيار الديفاليبر هوستنج بإمكانك الحصول على عدة مزايا تتيح لك التعامل مع هذه اللغة من خلال الانترنت يعني مثلا ممكن تحصل على دومين على عشر كواعد ببيانات مايسكويل بإمكانك تطبيق على هذه الاستضافة بإمكانك استخدام بايثون بنفس الوقت يعني ممكن على نفس الاستضافة تطبيق بايثون وبي أش بي فهذا شيء مهم جدا يعني مش أنت مش بحاجة تنزل بايثون على السيربر بكون نازل عندك أوريدي فبتطبق وبتشتغل مباشرة فإذا حابب تحجز باقت الديفاليبر أو إذا انت بشتغل في دور شامتر ويب بإمكانك تستفيد بشكل مباشر من الحزمة الخاصة بالديفاليبر هوستنج أو الاستضافة العادية أيضا متاحة الخارقة كلها عندك فممكن تدخل على الديفاليبر هوستنج تبدأ بالحجز تسجل دومين خاص بك تعمل check تعمل continue تختار dns email forwarding تعمل check out داخل تفاصيل الأساسية للحجز الاستضافة تدخل الفيزا أو البيبال الخاص بك تعمل complete order بعدين تقدر تدخل على لوحة تحكم من خلال حسابك فنحن على سمثال عندي هنا حساب بروح على الهوم فين هنا هوم اليسار بروح على الصفحة الرئيسية في عندي بروح على باقة الاستضافة الخاصة بديفاليبر هوستنج او الستاندر هوستنج فين دي ديفاليبر برو وب هوستنج بروح عليها بعدين بعمل login بعد ما تعمل login انت دخلت الآن على الاستضافة الخاصة بك فبدنا نعمل روح على روح على public بقدر اعمل مجلد جديد هنا فعشان تعمل مجلد جديد ممكن نيجي هنا نعمل new folder نعمل مثلا folder جديد باسم خطة مثلا خطة create اعملت folder اسمه خطة ونجد هنا بدخل عليه double click folder فاضي هلا بدبلش اشتغل في البيثون اه داخل المجلد اسمه خطة ف عشان تبدأ بالبيثون لازم تتعامل مع ملف اسمه htaccess وعشان تتعامل مع ملف ال htaccess لازم تتحمل هذا الملف على السيرفر خاص بك ففي رابط راح اشاركه معكم الآن من خلاله بتقدر تنزل ال htaccess في عليك ايش اسمه ht htaccess هلنشارك الرابط معكم هاي الرابط copy نقدر نعمل زوم out هاي الرابط تيجي ب ايضة link down htaccess بتنسى اخذ الرابط تمال لسك هنا بطلب منك تنزل ملف ننزل الملف اه بنعمل هنا upload بس هبدراج ملف المضغوط بعمل رفع على السيرفر عندي او بقدر افك الملف اه افرغ محتوياته داخل مجلد الرئيسي خطة هنا مثلا بعدها بروح ال htaccess file ها الزر اليمين بعمل له rename تلاحظ هنا htaccess بحط نقطة عشان يكون ملف ثم في ذي dot htaccess طبعا نروح ال code editor رح يطيك انه عبارة عن اه اصدارة python two six three five three six مدعومة كلها فعظم جدا اه بقدر احذف هذا الملف ما بدي يه ال htaccess zip file وابدأ في ملف python جديد عشان نبدأ في ملف python جديد بك بس ازل اليمين new وبكتب مثلا اه hi dot p y مثلا hi ما اسمي ملف امتداده p y هي امتداد ملفات البيتون بعمل create بروح عمله في اسمه hi p y بعمله فتح ب ال code editor موجود عندي زر يمين code editor بلش اكتب code python عشان نستخدم ال python لازم ننادي ال handler فعلا لو نسكن الملف هنا ورجعكم ايش عن ال handler لما اروح ال htaccess file موجود عندنا نلاحظ انه احنا منتعام مع هندلر البيتون اسمه python three six فعشان نتعام مع البيتون three six لازم نحدد هذا ال environment في داخل ملف البيتون فلما اروح نعمل ملف اسمه hi dot p y لازم نحدد ال environment الخاص بالبيتون اللي بديت اشتر عندي فعشان نحدد ذلك بنعمل اشارة ال hash بعدين اشارة السلم بعدين اشارة التعجب او استفهم بعدين user bin for slash python بحدد اصدار python داشتغ عليه لهو مثلا three point three point six على سلم مثال و هنا بنزل السلطر شوي بكتب print بكتب كمان print فاضح اذا دائم نكتب هم هنا نفتح quotation نكتب c capital نكمل small content content اه طبعا content type نوع الوثيقة او نوع ملف python راييكون عبارة عن text for slash html يعني نوع الصفحة text html بكتب print تحتها عشان اوثق انه هاي نوع الملف انتهى للترميز بنزل لتحت ممكن نتبع جملة اجتمال خاصة فينا مثلا نكتب quotation نعمل مثلا header one نعمل end of header one نكتب code html عادي وهنا مثلا ممكن نكتب hello this is aحمد from imbel arabi dot com بعض الشكل بعدها بعمل save طبعا عشان احفظ ملف البيثون طبعا احنا عملنا حفظ الملف python اسمه hi dot by في مجلد اسمه خطة تحت المجلد الرئيسي للويب اللي هو public html عشان افتح الفولدر دروح على service على الصفحة الاسية لو عيت تحكم بعمل visit site timb address بعدها بروح على الملف اللي بدأ افتحه اسمه خطة الملف اللي اسمه hi dot p y افتحه عظيم جدا تلاحظ كتبنا code python خاص فينا فهي الالية ممكن تشوف view page source شوف كيف كتبنا الكود هاي الترميز الخاص بالصفحة ونوع الصفحة html فهي تهنين لكم على عملكم اول script خاص بكم في python لو جرب تشيل مثلا print هاي موجودة ثاني شي تم reload طلاحظ اعطانا server air طلعنا print هاي الفاضية مش اعتباطا موجودة لا الى اهمية حتى الصفحة تشتغل لانها بتنهي انهاء ترميز الخاص بالصفحة فهذهنين الحارة لكم كلام معكم محمد ناصر من اين بالعربي سنتق ان شاء الله لدرس اخر ونستمر في التعامل مع شكرا للمتابعة